قال السياسي والمستقل والنائب السابق مثل الألوسي أن الرد الأمريكي على عمليات الميليشيات الموالية لإيران باستهداف المصالح والأهداف الأمريكية في العراق وسوريا كان متوقعا جدا وأضاف الألوسي أن الإدارة الأمريكية لا يمكنها السكوت طويلا على عمليات الميليشيات وسط عجز حكومي من قبل حكومة السودان عن ردع تلك الفصائل موضحا أن الرد الأمريكي على الميليشيات الموالية لإيران قد بدأ وأنه يتوقع أن تكون هناك هجمات جديدة ضد الفصائل وربما يصل إلى مرحلة الاستهداف لبعض قياداتها البارزة التي تقف خلف قصف القوات الأمريكية